اه طيب اذا بيتسو موسماني من وجهة نظرك كيف فكر نفسيا بقى يعني خلينا من دلوقتي فنيا بعيد احنا شوائع فنيا لكن نفسيا هل بيتسو رد بشكل او باخر من وجهة نظرك يا عيمان اعتقد التويتا اللي كتبها عن الحكم جومز لان بيتسو ده كان دايما الناس بتتكلم ان هو في جنوب افريقيا كان عنده خلافات مثلا في طريقة ادارة جومز للمباريات لكن الراجل جومز حكم مباريات كتير للنادي الاهلي سواء في وجود بيتسو او غير بيتسو مباريات كتير في افريقيا حكم مع ليوش اخطاء راجل مباريات كلها بتعدي في سلام حتى لو فيها ضغط سنفكر ان جومز هو اللي اعتقد مش فاكر او التاني كردوان جايد ردوان جايد ردوان جايد راكل الجزاء موش 2-2 كردوان جايد اعتقد جومز في المبارات الترجي النسخة الماضية كان برضو فيه قبل المباراة وجماهير بتاقتحم الملعب وكان فيه حالة كده في ملعب رادس صعبة قبل الموراة وكان ادار الموراة بشكل جاي جدا وادار اعتقد المباراة للأهلي قبل كده امام الوداد وكانت برضو يعني فلكن هو صدر بس حتة دي له ايه خليهم هناك دلوقتي هم بيتكلموا ايه الحق بص ده بحكم من نفس جنسيت بقال له ايه الشغل بتاع مش انتوا بتتكلموا الجايين المغرب لا ده انتوا بتتكلموا على الحكم مفتاق فوق صدر لهم شوية داوشة كده فالحاجات دي بتفر لكن اعتقدوا في بيت سمو سماني دلوقتي مفيش حاجة في الكلام ده خالي لا جوه لأبت لبس انا بنتكلم في النهاية الخمسة واشة يا كابتن بقى اه انت عارف انه اي حد حيفكر في كل الكلام ده مش هيكسب طبعا اخره برا تركيزه يعني ايه انا كلاعيب بقى انا هتكلم كلاعيب اي حد حيفكر فيه اصله الملعب اصله الجماهير اصله ما بقولك كانك بتلعب الزمالك مثلا في وجود جمهور بتبقى انت تسعين احنا مثلا تسعين الف متفرق خمسة واربعين وخمسة واربعين مثلا او احنا ستين وهم مثلا خمسة واربعين وخمسة واربعين عشان ما حدش يقولك شو يتاري او لا بيعمل الجنب اللي انت بتروح فيه ناحية بتاعة الزمالك ما انت كل ده جمهور زمالك عليك يعني بيحصل أكثر من الخمسة واربعين اللي موجودين في ملعب محمد الخامس أنت فاهم قصدي أنا عايز أوصل أنه أنا كلاعيب لو فكرت كده لا مش حكس يا كابتن ما أنت في الإنترو قلت مثالين مهمين جدا جروة دي فرقة من وسط القرى الكاميرون غرب القر ومثال مباراة لصفاقس الشهيرة الملعب كله متقفل بالكامل جماهير تونسية 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 خمس شهر واحد بس اللي كانوا قاعدين ورحت وقدر تضيف دراف على رجلك وقدر تضيف دراف على رجلك فأنت مريت بالمقاعدة المختلفة العقليات مختلفة الشخصيات نفسها بتاعت اللعبة مختلفة ولكن ده مهم جدا لعبة الأمثلة دي مهمة جدا تتضرب للعبة إنها تحفظ الكلام ده إنها تبعى عارفة بشكل جيد إنها راح لابسة تي شيرت نادي الأهلا منيش الجماهير أفصل تماما أنا نازل أن نفذ للرجل عامله الجيل الحالي من لعبته نادي الأهلا لازم يؤمن بحاجة معينة إن هم أبطال أفريقيا مرتين على التوالي ثالث عالم أندية مرتين على التوالي اتنين سوبر أفريقيا مرتين على التوالي لعبوا في رادس في جمهوره من غير جمهور راحوا المغرب لعبوا في جمهوره من غير جمهور سفروا هنا وهناك يعني مروا بمواقف صعبة فهما لازم يبقى عندهم المنثلة بتاعت لا أنا قدر ألعب في أي ظرف فعلا هم لعبوا في ظروف كتير صعبة وفي ظروف كتير ولكن هو لازم عنده الحلم بتاع أنا هعمل حاجة مفيش جيل في النادي الأهلي أي أن كان أجيال ذهبية بنضربية المسأل منها الجيل تحضرنا كابتل الإسلام لكن هيبقى أن الجيل الحالي هيعمل حاجة إن شاء الله مفيش أي جيل في النادي الأهلي يعملها قبل كده حتى لما تعاملت زمان البطولة مختلفة تماما أو كانت بطولة دوري أبطال مع بطولتين دوري أبطال الكوس أو مفيش فريق في أفريقيا ومفيش جيل في النادي الأهلي هيبقى كتب في تاريخ وكسب بطولة دوري أبطال أفريقيا ثلاث مرات متتالية وراح كسل عالم للأندان عنده فرصة تانية لميداليا تالتة فدي حاجات دي لما تتحط في العيد دي شخصية أنت تنزل قدام أي فريق بتقولهم أنا أنا أصلا بلعبك وأنا بطل أفريقيا مش بطل أفريقيا النسخة دي لا أنا بطل أفريقيا النسخة اللي باتتقول لأبلها ولعب نهائيين في 2018 و2017 النادي الأهلي في آخر عشر سنين يا كابتن إسلام أو بنتكلم في الألفية كان نهائي دوري أبطال أفريقيا لعبهم في الألفية 2001 و2005 و6 و7 و8 و17 و18 و18 و12 كثير كم ما هو اللي بنتكلم ما فيش نادي في أفريقيا الأهلي بيكسر أرقامه يعني النادي الأهلي النهاردة نهاية الخمستاشر في تاريخه وبيكسر رقمه أصلا ما فيش نادي كان وصل لأ 14 أو 12 نهاية زي النادي الأهلي النهاردة بيتسو موسيماني نفسه كمدرب في أفريقيا هيتكتب له في تاريخه أنه المدرب الأفريقي الوحيد اللي بيلعب أربعة نهائي دوري أبطال أفريقيا لعب ثلاثة وخدهم قبل كده وبيلعب النهائي الرابعة وممكن يبقى لو إن شاء الله ربنا وفقه مع النادي الأهلي وخد البطول الرابعة هو كمدرب أفريقي مش أجنبي يعني مدرب من داخل القرة عمل إنجاز ما تعملش قبل كده وهيعادل رقميا كان مستر مانو الجوزيك رجل مدرب أسطوري أجنبي كان موجود في أفريقيا فدي حاجات كلهم رسيد في البنك مستر مانو الجوزيك كان بيقولوك كده كابتن إسلام ده رسيد ده كنتا كلاعب في البنك إيه هو أن انت بتجيب إجوان بتجيب بطولات كل دي رسيدة كنتا لأن بعد كده لما بتبطل قرة هو ده اللي بيخليك لسه موجود في الصورة ولو ربنا بيرزقك لو كنت تاخد جنيه وانت بتلعب ممكن تاخدهم اثنين وثلاثة واربعة بعد ما تبطل بسبب الرسيد ده والناس دايما تفتكرك فدي للعب تنادي الأهلي دايما لازم تقبلهم لما ينزلوا أي ماتش قدام أي فريق تحت أي وضع أنا بطل أفريقيا خلاص الموضوع منتهي فربنا إن شاء الله يكرم والأرقام دي نقعد نضربها في اثنين وثلاثة كأرقام خياسية والماين جيمز بقى نسيبها من بتلعب الماين جيمز